فالمظاهرات دي كان فيه رد فاعل عليها يعني كان فيه تفاعل معها من القيادة السياسية من ولا لا لا الحقيقة الحقيقة اتعمل وفد من الطلب انا كنا قاعدين في القاعة بقى قاعة جمع القاهرة الكبرى يعني عندما كان ايه وكان اعتصام يعني فالمهم تشكل وفد وافقوا ان يتشكل وفد وروح مجلس الامة وتشكل وفد وفد وقاموا لنا اتبسات النقل العام دي وروحنا لمجلس الامة فقال ان ابنا كان الدكتور جمال الوطيفي في القاعة مش قاعت مجلس الامة ساعتها لا قاعت اللي هي مجلس الشيوخ اللي قاعة سوية واقعدنا والراجل عرض المطالب كلها ترتيب بقى كده حاجات منظمة جدا خلت بقى لحضرتك اوكي اوكي انا كان بقالي بقى ثلاث ايام في القاعة ما نمتش فخلصنا وقلنا اوكي والمطالب هتوصل للريس وحيتغس خراراته وركبنا الكتبسات انا بقى روح تنازل في الطريق وركبت رو واحد نمت بهدومي وبالجزمة والشراب والتلابس جاكت كده حتى نمت بيه يعني ساحية الصبح لقيت الشارع الجامعة مقفول عشان بيفضوا الاعتصام بيفضوا الاعتصام وخدهم بس خدهم ايه حضرتك بقى تلات اربعة خمسة ايام يعني يعني هما كانوا وقعدوا معهم وتكلموا معهم بس كده فقط اللي بلد هتحارب وما فيش داعي لله ليه ناس عايزة تحارب مش عايزة مش عايزة يعني ولا تغيير حكمه ولا تغيير حاجة عايزة تحارب من القيادة السياسية وقتها تفهمت يعني تفهمت تماما وحتى الرئيس السادات في احد تصرحات يعني مش تصرحاته في اجتماع لمجلس الامن القوم المصري ساعتها قالهم الطلبة قاموا يعني ده من ان ضمن عوامل ان خلاص بقى يعني لازم نحارب طب حضرتك يعني كنت بقى من المطالبين بالحرب خلاص خلصت حقوق طبع في يعني يونيو 72 ودخلت الجيش ودخلت الجيش ترشحت زبط احتياط بالضبط يعني بدأت الرحلة مع القوات المسلحة على الارض يعني تماما حضرتك ودونا ايه كانت كل الزباط الاحتياط في إسنى جنوب مصر إسنى والكلية الحربية كانت في السودان اه لانه لما اتضربت اه كانوا بياخدوا جزء في السودان وجزء هنا اخدت بقى الحضرتك لان ده طبعا هدف سمين يعني الناس هتتخلق زباطه كده مجموعة كبيرة جدا فكان قرار حكيم جدا المهم إسنى دي بقى انا كان في الشتاء انا دخلت في شهر عشرة يعني ده من حظك بردو ايه واستقبلونا بقى استقبال يعني عظيم جدا يريق بالدفعة اللي عايزة تحارب وبتاعت مظاهرات وكده يعني ايوه تعالوا بقى تعالوا حربوا بقى ايوه تعالوا حربوا اتواصوا بينا دفعة 32 احتياط يعني اتواصوا بينا جامد يعني بس الحقيقة انا واحد من الناس والله اقسم بالله رغم يعني كانت الدراسة والتوابير من من بعد الفجر اه اه التدريبات تأتواصوا بشقة يعني لغاية الساعة 11 بالليل بدون يدوبك نتغدى ما عارفش استراحة بريك كده ساعة وتكملوا نفطر نرجع نفطر ونرجع تاني نتغدى ونرجع تاني بس 11 بالليل كل يوم بما فيهم يوم الجمعة هو توصيف الجيش انه مصنع الرجال ده مش من فرغ برده طبعا لا ده مصنع الرجال ده انا للوقت عضلتك لما بشوف حد جدا قول يا دخلوا الجيش اه 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 ما تعدش تضباره على سكك عشان يبقى راجل اي هو اي؟ يخد قعفة يخش الجيش هيطلع انوكوا بني ادم تاني هايطلع انسان تاني على الاقل مسؤولي طيب فبدأته التدريبات الشنقة بالضبط كده اهاذعن التدريبات على كل حاجة كانت الفترة لو ممكن نسميها التدريب العام على كل على كل الحاجة اللي حنتوزع بعد كده بقى على اسلح بالضبط فبناخد كل حاجة اه وحتى ساعتها قبل ما نخلص يعني واحد من اللقادة اللي كانوا موجودين يعني قالوا ساعتها انتوا كده انتوا مرحلتكوا دلوقتي اه صف ضباط مهرة يعني تبقوا مسؤولين تحت الضباط على طول عن اي تشكيلات لان انتوا وصلتوا مرحلة دلوقتي مرحلة اخدتوا التدريب الكافي مرحلة كويسة جدا خلصنا خلصتوا اسنا اه وروحتوا فين بقى وطلعنا بقى خدت بقى لحضرتك انا كنت عارف توزيع يعني احنا بنعرف توزيعنا واحنا داخلين قبل ما نروح اسنا اللي ده مدفعية وده مش ايه وده كزا خدت بقى لحضرتك خدتوا متوزع مدفعي مدفعية فكانت دراستة فين بقى في مدرسة المدفعية خواهة المسلح اللي هي في اول طريق السويس اه يعني حتى انتوا يسمع المازة مه حتى كان فيه متره بيعدل من هناك كنا بنركبه مه كيلو 5 تقريبا طريق السويس يعني دي اسمها مدرسة المدفعية. عدتوا ادي هناك. خمس شهور برضو. خمس شهور ونص تقريبا يعني. يعني انا دخلت في عشرة. انا كده دخلنا بقى في تلاتة وسبعين. في تلاتة وسبعين. بالزبط كده. يعني خلصت قسنا وبعدين مدرسة المدفعية عدت خمس شهور. الزبط. ام. وانا في المدرسة بقى من الحاجات اللي لفت من النظري سريعا كده يعني. مجموعة من الزباط المشاهد اللي هما حطين اللي هي المظلة بتاعت المظلات دي. يعني سعقة المظلات بتاع. جووا خدوا معنا مع نفس الفرقة بتاعتنا. كانوا بياخدوا بياخدوا كورس سريع كده عن ايه. ادارة النيران يعني. ام. خدت بقى لحضرتك. وحتى واحد منهم قاعد يصغل معي. لانا جسمي كان كنت قد كده. اه اه اه. كان شكل غريب يعني. وفيع يعني. كان شكل غريب. وست الزباط. انت حبيب جاي لوحدك ولا معك. حاجة كده يعني. اه. فكان دايما يضحك معي وكده يعني. ام. كان قائد كان اركان حرب المدرسة ساعتها كان عقيد اسمه قنيس الهندي. ام. دي من الحاجات اللي ايه اللي متسجلة على مدرسة المدفعية. خلصنا المهم المدرسة وتخرجنا. خرجنا. وعملنا طبور عرض في الكلية الحربية. وكان ساعتها وزير الحربية ساعتها. انا بانسى الاسمه معنش. كان جيه احمد اسماعيل. انا مش فاكر الاسماء والله. اه اه. احمد اسماعيل. الاسماء بتروح مني دي بقات يعني. اه. المهم اتخرجنا. وجاء توزيعي. اه. 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 ما انا عرفش متوزعين فيه بقى.